السلام عليكم يا شوانسين نحن النهاردة هنتكلم عن اشكال الصوليد اللي هو assignment 4 هو بيتكلم كله عن حاجة اسمها الصوليد الصوليد دي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن الاشكال 3D طيب ايه الاشكال او ايه نوعية الاشكال اللي احنا نتعامل معها احنا نتعامل مع اربع انواع من الاشكال اللي هما البرامد اللي هو الهرم والبرازم اللي هو المنشور والسلندر اللي هي الاستوانا والكون اللي هو الشكل المخروط دول الاربع اشكال اللي احنا هنتعامل معاهم كاشكال 3D solids طيب الاشكال دي كلها فيها نوعين من الشكل الواحد ممكن يبقى right وممكن يبقى oblique يعني ايه right ويعني ايه oblique خلينا نقول ان احنا في حاجات محتاجين نبقى عارفينها كويس وهي الشكل اصلا عبارة عن ايه؟ الشكل اللي قدامي ده هو البرازم والشكل اللي قدامي ده هو الهرم او البرامد طيب محتاجة اعرف ايه الحاجات دي ومحتاجة اعرف ايه المسميات بتاعتها فانا اقدر اقول ان الهرم ده متكون من ايه؟ متكون من base ال base بتاعتي اللي هي شكل القعدة شكلها عمل ازاي؟ وعندي فيه فوق فوق V اسمها ال vertex بتاعتي اللي هي ال V اللي بتجمع كل القعدة اللي تحت دي علشان تجيب لي شكل الهرم طيب الهرم عبارة عن مثلسات المثلسات اللي على الجنب دي اسمها faces اللي هي الاوجه بتاعت الهرم اللي تحت دي اتفقنا ان هي اسمها ال base الهرم نفسه بيتسمى على حسب ال base بتاعتي شكلها عمل ازاي؟ يعني ممكن يجي يقول لي pentagonal pyramid يبقى هو يقصد ان ال base بتاعتي شكلها pentagon او يجي يقول لي ان هو hexagonal pyramid يبقى هو يقصد ان الشكل بتاع ال base هيبقى الشكل ال hexagon او الشكل السوداسي وهكذا فال base الشكل بتاعي بيتسمى باسم ال base بتاعتي طيب المفروض ان هو شكله عامل ازاي؟ base V متوصلين ببعض ب edges الخطوط اللي وصلة ما بين ال V وكل رأس من رؤوس ال base بتاعتي عبارة عن حاجة اسمها edge تمام؟ في عندي حاجة تانية اسمها المحور center بتاعي الخط بتاع المحور ده هو خط واصل ما بين نقطة M اللي هو center base اللي تحت وما بين نقطة V اللي هو الرأس بتاعت الهرم اللي فوق الخط ده هو اللي بيتحكم لي في الهرم ده هو right ولا هو oblique لو قال لي ان هو right يبقى هو بيتكلم ان V M ده خط عمودي على مستوى base بتاعتي عمودي على المستوى بتاع ال base بتاعت الهرم يعني عمودي على مستوى قعدة الهرم تمام؟ لو قال لي ان هو oblique هيبقى معايا المنظر اللي تحت ده ال base بتاعتي زي ما هي بس انا رحلت ال V بدل ما هي كانت فوق ال M لأ انا رحلت ال V على جنب شوية فبقت كل الحروف اللي عندي بقت متجها ناحية ال V من ناحية دي فبقت الحروف بتاعتي وغدميل ونفس الوقت في ال V M اللي هو المحور بتاع الهرم بقى عامل زاوية مع القعدة ما بقاش قايم زي ما كان هنا لأ بقى عامل زاوية فيبقى الفرق ما بين الOPLIC وما بين ال RIGHT ان في ال RIGHT المحور بتاعي بيبقى عمودي على مستوى ال base وفي الOPLIC بيبقى المحور بتاعي ميل على مستوى ال base نفس الفكرة بالضبط بالنسبة للمنشور او نفس الفكرة بالضبط بالنسبة للPRISM انا عندي ال PRISM نفس الفكرة بيتكون من base تحت وموازية ال base اللي تحت دي base من فوق ال base اللي تحت اسمها ال bottom base وال base اللي فوق اسمها top base دايما بسمي ال base بتاعتي A,B,C,D ايا كان هكمل بعد كده ومن فوق بسميها A1,B1,C1,D1 وهكذا ونفس الكلام نقطة M هي center ال base اللي تحت نقطة M1 هي center ال base اللي فوق عندي نفس المحور اللي واصل ما بين M1 والM اللي هو center ال base اللي فوق وال base اللي تحت الخط ده هو محور ال PRISM وهو الخط اللي بيتحكم لي فان الشكل ده هيبقى right زي اللي فوق ولا هيبقى oblique زي اللي تحت oblique شكله عامل ازاي هي base موجودة هنا و base موازية ليها بالضبط بس مترحلة شوية مش فوقيها لا هي مترحلة عنها فخلت الخطوط بتاعة ال edges بتاعتي دي كلها اللي هي الواصلة ما بين ال base اللي تحت وال base اللي فوق كلها ميلة بنفس ميل المحور اللي هو M1 هايبقى خط ميل على مستوى ال base اللي تحت وعلى مستوى ال base اللي فوق إنما في right فهو خط عمودي على مستوى ال base اللي فوق ومستوى ال base اللي تحت تمام؟ ده كده الفرق الرئيسي ما بين اللي هو ميلة 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 اشتركوا في القناة